سيد أيمان، النادي الأهلي بيصدر بيان منذ قليل عن الأخطاء التحكمية وبيطالب كمان بوجود خبير أجنبي علشان إعادة التحكم إلى رونك وإلى طريقه الصحيح يمكن أهم جملة في بيان النادي الأهلي يا كابتن أسامة توفير الأجواء الصحية تساعد الخبير الأجنبي لأن الخبير الأجنبي لو جه من غير توفير الأجواء الصحية ولا وجوده ملوش أي لازمه لأن كلنا مشوفنا واتكلمنا حتى هنا كتير في استوديوهاتنا في قناة النادي الأهلي أن المشكلة مش مين الفرض اللي بيقود منظومة التحكم المشكلة أن أسرة التحكم فيها مشاكل بينها وبين بعضها دايماً هتلاقي كده فيه أزمات مشاكل في التعينات مين محسوب على مين مين ما بيتمش إسناد مباراة مهمة وهكذا فبيطلع في الآخر الشكل أن فيه أزمة في منظومة التحكم في مصر بعد كده هتلاقي أن حكامنا لما بيطلعوا في المحافل الدولية إلى حد ما بيظهروا بشكل جاي جداً وشفنا حتى كاس الأمم الأخيرة كان الشكل على ما يرام وأفضل تمثيل كان للحكام المصريين كان في النسخة الأخيرة لكاس أمم أفريقيا طيب ما بنشوفش ده ليه في الكرة في الدور المصري أو في كاس مصري أو في السوبر المصري ده لأنه واضح أن المنظومة التحكمية نفسها وقسرة التحكمة عندها مشاكل كتير بنشوف مثلاً بنسمع كابتن برايم نوريدين أصله وتقدم باستقالاته بعد كلا أصل تراجع عن الاستقالة أصل لا مع كابتن محمد فاروق هو المسؤول لا مين المسؤول على التعينات لا أصل الفار ليه حتته المحكام المساعدين ليه حتتهم طب كل ده في الآخر هدفنا إيه؟ أن يبقى في الملعب الحكام زي ما كابتن كده محسن قال يظهروا في أفضل صورة النهاردة هاخد من كابتن محسن جملة مهمة جداً هالها إمبارح الخبراء التحكميين واتنين منهم كانوا على قناة واحدة بيقولوا قرارات مختلفة حد بيقولوا أن القرارات صحيحة وحد تاني بيقولوا أن القرارات غلط طب إحنا فعلا النهاردة المشاهد والمطلق يعمل إيه؟ لما النهاردة فيه اختلاف على لعب جدلية وليها تأثير في نتائج المباريات مش في مباراة واحدة لا ده في مباراتين أو ثلاثة فالنهاردة مين اللي يحسم الجدل ده؟ شوفنا كمان مثلا رئيس التحكيم السابق في قناة أخرى بيقولوا أن كل قرارات دي غلط طب نهاردة فين المعيار فنهاردة ده معنا أنه فيه أزمة طيب إحنا عايزين ليه خبير تحكيم أجنبي يجي يطور الحكام ويديهم الثقة ويعلمهم وفي نفس الوقت يعلمنا كان كلاتنبرج عامل حاجة جميلة جدا كان عامل حالة عظيمة الفيديو اللي بيطلع بياخد أهم قرارات الجدلية وده كان يحط الحكام وده مسؤولياتهم بعد المباراة بالضبط كده أنت النهاردة عارف القرارات ده تفسيره إيه؟ الدور الإنجليزي النهاردة في اللايف في التعليق المباشر لمبارااته بتلاقي أن فيه لو فيه قرارات جدلية بتلاقي هم على طول بيحطوا القوانين بتاعتها والمواد بتاعتها ويشرحوها للناس الأخطاء التحت كمية تفضل موجودة ولكن المشكلة لما تبقى كتير ومتكررة هي دينا لازم